أول أربعة عشرة شمعة في حياتها كانت تعيش أمل الحياة لكن ما أطفأ بصرها لم يطفأ بصيرتها بدأت مشوار الظلام بعد أن فقدت بصرها لتطلق العنان لنفسها بأن تسلك طريق النجاح والإبداع رقية زبيدي التي لم يمنعها فقدان البصر من أن تحصل على المرتبة الأولى في دراستها الإعدادية لتبدأ بصياغة قانون الإلهام حيث أكملت دراستها الجامعية لتصبح محامية تدافع عن قضايا الناس بقلبها وتكون مثالا يقتدى به أمام المكفوفين عمري 22 سنة بشرت بهذا الطريق طريق النجاح والتحدي من كان تقريبا عمري 14 سنة فقدت بصري نتيجة تشخيص طبي خاطئ ونتيجة الإلاجات المستخدمة رغم أننا سافرنا للخارج لكن كان الوقت فات الحمد لله وشكر قدرت أحصل على المرتبة الأولى بالفرع الأدبي عام 2016 بمعدلة 93 الحمد لله وشكر دخلت كلية القانون خلال دراستة كلية القانون اكتشفت أنه كلش تتلقى أموية شخصيتي لأنه أقدر بها أدافع عن حقوق الناس وبالتالي أقدر أدخل السلك السياسي لأنه أنا كلش أحب هذا السلك رقية كانت من الطلبة التي تناقش علميا أثناء المحاضرة وكأكاديميين وكأباء وكأساتذة كان هناك فسحة طيبة جدا وضعناها لرقية لتستطيع أن تخرج ما لديها من قدرات وهي تملك هذه القدرات وتستحقها وأيضا استطعنا خلال امتحانات أن نضع لها أشخاص يقومون بالكتابة أثناء الامتحان كونها لا تستطيع ذلك بهجة وفرح هكذا وصفت حياتها الأم التي كانت عونا وسندها لتكمل مشروعها الحياة تجاه واقع مرير واقع يراد به الإصرار والعزيمة ليتحقق حلم رقية بأن تكون وزيرا للعدل لتنصف حياتها وأقرانها رقية تجسد طموح الشباب العراقي فمهما كانت الظروف صعبة والواقع مرير إلا أن الإرادة لا تموت رفقتها برحلتها الدراسية من أول ما بدت عدها مشاكل النظر والحمد لله والشكر كانت متميزة كانت هي الفرحة للبيت لأنه فرحتها ملت نوصف خاصة بالسادس من طلعة الأولى على العراق والحمد لله والشكر قسم المسؤولين كان متابعين إلها وما قصروا وياها أسانديها بكل شيء جامعتها أساتذتها من هنا انطلقت رقية زبيدي للحصول على أفضل النتائج على مستوى العراق بتميزها بدراستها ومن هنا تنتهي قصة رقية زبيدي في محافظة كربلاء المقدسة وسط إهمال من الحكومات السابقة والحكومات الحالية لقناة تغيير الفضائية جاسم الهميم كربلاء